وصل محافظ المينيا أسامة قاضي عقد الاجتماع الدوري الإسبوعي لمتبعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بالقرة المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ المينيا بحضور رؤساء المراكز المستهدفة ووكلاء الوزراء وجه المحافظ رؤساء المراكز المستهدفة بتفقد المشروعات مع ممثلي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات ومهندسي دار الهندسة وذلك للوقوف على سير العمل وحل أي مشكلة في وجود جميع الأطراف المعنية